حدثنا وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي عن سفيانا عن أبي حازمين عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة أو روحة في سبيل الله عز وجل خير من الدنيا وما فيها قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو حازمين عن سهل بن سعد قال رأيت الرجال تقيل وتتغدى يوم الجمعة حدثنا وكيع عن سفيانا عن أبي حازمين عن سهل بن سعد قال رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم أمثال الصبياني من ضيق الأزر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعنا رؤوسك حتى يرفع الرجال حدثنا أبو كامل الجحضري فضيل بن حسين أم لاه علي من كتابه الأصل قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا أبو حازمين قال سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها قال حدثنا سفيان بن عوينة عن أبي حازمين عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها حدثنا عبد الله قال حدثنا ليث بن خالد البلخي أبو بكر قال حدثنا عمر بن علي عن أبي حازمين عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها حدثنا عبد الله حدثنا أبو بكر عاصم بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا أبي عن أبي حازمين المدني عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها حدثنا عبد الله قال حدثني السويد بن سعيد وأبو إبراهيم الترجماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازمين عن أبيه عن سهل بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولا غدوة يغدوها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها عدو الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان النميري عن أبي حازمين عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا العطاف بن خالد حدثنا أبو حازمين قال سمعت سهل بن سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا محمد بن مطرف وهو أبو غسانة عن أبي حازمين عن سهل بن سعد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها فذكر معناه قال حدثنا عصام بن خالد وأبو النضر قال حدثنا العطاف بن خالد عن أبي حازمين عن سهل بن سعد الساعدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غزوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها حان عبد الله قال حدثني جعفر بن أبي هريرة أملاه من كتابه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن أبي حازمين عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها ترجمة نانسي قنقر